بسم الله الرحمن الرحيم الكثير يسمع كلمة الوحي وكلنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أنبيائه طيب إيه هو الوحي ده؟ الوحي وينفع اللي أنا أقول مثلا أوحيته إلى هذا الإنسان بإشارة أن يعلم كذا ينفع اللي أنا أقول كده الكلام ده حرام ولا حلال؟ طيب هنرد على كل ده في المحاضرة حاول اللي أنت تستمر معانا لآخر المقطع والآخر المحاضرة لله سبحانه وتعالى مش عشان مشاهدته عشان أي حاجة لله سبحانه وتعالى حاول تستمر عشان تعرف المعلومة كانت كلمة عن كل حاجة مختصة بالوحي تمام تمام يلا بينا أول حاجة الوحي في اللغة كلمة الوحي في اللغة اللغة العربية يعني بعد أن نتكلم شرعا كلمة الوحي أصلا عشان نعرف اللي أنت ينفع تقول السؤال اللي إحنا قلناه ينفع تقول لحد أوحيته إليك برسالة أوحيته إليك بإشارة ولا لأ طب هنعرفها من تعريف اللغوي اللي هو كلمة الوحي أول حاجة الوحي هو الإعلام السريع الخفي يعني أنا أعلمت إنسان مثلا بسرعة وفي خفاء محدش عرفه بسرعة أشرته إليه كده أفكر محدش شافني بيني وبينه وبسرعة حصل اسمه إيه ده أوحيت إليه طيب يبقى أنا كده أوحيت من بشر لبشر طيب يبقى كده حلال يبقى حلال أنا أقول الكلمة دي أوحيته إليه برسالة أعلمت بالرسالة كتبت له شيء الرسالة محدش شايفها أعطيتها له الرسالة دي عرف المضمون منها وعلمته شيء من ما هو أعلمها دلوقتي يعني حيبقى فيه إعلام إزاي بالشيء لو ما فيش علم إذن علم أنا أعلم شيء أعطيته له أعطيته له في رسالة في إشارة أعلم اللي فيه خطر مثلا مثلا إحنا كنا قاعدين والباب دلوقتي واحد مجنون معدي قدام الباب والمجنون ده ممكن يخش الباب فأنا عملت له بسرعة إيه في الباب؟ قفى الباب بسرعة طيب لو ما كانش قفله كان إيه؟ كان هيتأزى هنتأزوا كلنا يخش شيء اللي بدني مثلا يعني ونضرب أمثلة إيه؟ زي دي تاني مثلا الإشارة دي لقلناها الإشارة أشارت له طيب دلوقتي الكتابة بعضت له كتابة يعني إيه مثلا آآ كتاب مذكرة كتبت فيها شيء وعطيته له عطيته له بيني وبينه خلاص طيب قال لما عطيته له بيني وبينه بسرعة ما حد شافني أدي أول حاجة الخفاء وبسرعة كده اسمه إيه؟ وحي أو حي طيب لو أنا قلت له بقى وأنا بحكي معاه أصلا نزل علي الوحي وأنا قاعد مبارح ده اللي حرام ده اللي لا يجوز سي في فيلم زمان وحدة الهالي فيلم زمان كده الناس بيتفرج عليه والوال معطوه الواحد معطوه ممس بيعمل لكنه مجنون أو حاجة وبيتكلم مع حبيبته وبيقول لها حبيبته في الحرام الواحد يحب زكته يجوز أما حبيبته كده ما اسمعاش حبيبته اسمها هي اسمها سبب في دخول ناره سبب في دخوله النار لو واحد بيحب واحدة حب من غير زواج فاسمه جده سبب في دخوله النار هو سبب في دخولها النار كده يعني فنقوله إيه؟ هو بيكلمها بيقول لها سنزل علي الوحي بيتكلم كلام آه بيكلمها كلام عشق وفسق وعصيان وفجر وبعد كده ولا هيا سنزل علي الوحي مبارح نزل علي من السماء للأرض نزل حرام بل ممكن اوصلها للكفر لو هو عارف لو هو عارف سواء ما يعرفش المسألة انا مش هوصلها لكده انا بقول القول ده القول بتاعه ده تمام تمام اما اللي نحكم عليه بكفر لا عشان هو ما يعرفش لو يعرفها اكيد هو هينزجر ومش هيقول كده تمام يقول ويطلق الوحي على الاشارة زي ما شرحناها وعلى الكتابة على الكتابة اعلمته بالكتابة اعلام سريع خفي سريع وخفي محد شايف والرسالة والالهام طبعا الالهام ده ليه تفصيل انا اخدوه تحت وكل ما القيته على غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان كل ما القيته على غيرك حتى علمته فهو ايه وحي تمام تمام الحرام اللي انا اقوله من السماء اقوله ده نزل عليك الوحي من السماء او بينزل عليك يا ابن الوحي خزعبلات حسيتم برح ونقعدل لجسمي انطفت كده شو يقولي خزعبلات والناس لما بتبعا لما يكون ما فيش علماء زي الفترة احنا فيها دي بيبدأوا لهم بقى ايه مشوفوا الخزعبلات ده يقولك انا بحلم مش عارف ايه وده بيقولك انا بلاقي خزعبلات شعواذة ولا بلاقي ايه وانا حاسس لنا لا فيش كلام ده خالص خليك كده انسان سوي يقول وكل ما قلقيته على غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان وهو لا يختص بالانبياء ولا بكونه من عند الله تعالى لو بالمعنى ده بالمعنى ده اما لما اقول القرآن ده وحي نزل من الله سبحانه وتعالى كتكلم بالقرآن سمعه جبريل سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل لكن ده حاجة تانية ماشي والوحي بمعنى اللغوي المعنى اللغوي بتاعه يتناول الالهام الفطري في فطرة الانسان الهام ازاي بقى كالوحي لأم موسى خلاص ده وحي من السماء الارض ما تقول ليش أنا ما تقولش ما تجيش أمه ولا حاجة وقف على نهر النيل ولا وقف على البحر المتوسط ولا وقف على ترعة وتقول لك ربنا او حالي لا نرمي الولده ربنا جايبها استخفى الله عزيزي من استخفى الله تكون جايبها من الحرام وتقول لك ما حصلت زمانهم وموسى رميت موسى فأنا المي في الترعة ما فيش حاجة اسمها ده فجر ما فيش حاجة اسمها كده ولا يكون عادي ابن الام وبحلال ولا حاجة وتقول ربنا او حالي اللي انا هحطه في صندوق وعمي في الترعة ده جهل ده جهل الناس وبعدهم عندنهم ما فيش الكلام ده يقول لك الالهام الفطري للانسان كالوحي لأم موسى الوحي الوحي من الله لأم موسى الدليل ايه قال الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أول حاجة من أنواع الوحي الإلهام الفطر يعني ألهمنا أم موسى بالفطرة أو في فطرتها أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في الهم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك تمام مجال من المرسلين تاني حاجة الإلهام الغريزي بغريزة الحيوان وهنا الله سبحانه وتعالى يلهمهم في غريزتهم كما قال الله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوت الوحي ده فين؟ في الغريزة بتاعتها الإلهام الغريزي الحيوان كالوحي إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوت يبقى علمها الله سبحانه وتعالى بما يوافق غريزتها أن تتخذ من الجبال بيوتها فهمتها؟ طيب التانية علم الله سبحانه وتعالى أم موسى وأعلمها بالإلهام في فطرتها أن تلقي ابنها بعدما ترضعه تمام؟ تمام خاص بإيه؟ بأم موسى طيب رقم ثلاثة الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء الإيحاء يعني تلميح كده الإشارة السريعة نحن تكلمنا عليه على سبيل الرمز والإيحاء كإيحاء زكريا لقومه تعالى بلا كلام قال تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية ها بالإشارة والإيحاء رقم أربعة وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أوليائه قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم شوف بأه شوف لما تلاقي واحد يقولك يعني إيه ولي الشيطان يعني يتخذ الشيطان وليا لا يتخذ الشيطان عضوا قال الله سبحانه وتعالى وإن الشيطان لكم عضو فاتخذوه عضو ده ما فيش الكلام ده خالص ده دل دلوقتي الأيام دي بيعملوش بيعملوش بالآية دي لدرجة اللي هما بيعبودوا الشيطان شوف الجاهل الواحد يعمل مناخيره مناخير خينزير واحد يربو مناخيره بتاع مش عارف ايه ويعمل ويعمل بنجي في مناخيره ويقطع الليسانه حتتين ويبقى شكله شبه الشيطان شبه القردة قدامك ويمسأك إنه كده ممسوخ واشوف لما بعد عن الكتاب والصناء كل ده في الآخر بعد كل ده بيبعدوا عن كلمة حرام وحلال يعني انت هتلاقي كلمة حتى الملحدين وحتى العبادة الشيطان والكلام في الآخر هتلاقيهم عندهم مبارسات جنسية عندهم قتل عندهم كذا لما تيجي انت في الإسلام تقول له حرام ويقول لك لا انا مش عايز كلمة حرام ما تقول ليش حرام وتلاقي يعني انا مثلا تصادفت معهم في بعض المواصلات قلبوا ريحة المواصلات يعني لما طلعوا الركوبة اللي احنا كنا ركبينها دي طلعوا قلبوا الدنيا الريحة مع الفنة يعني ريحة عزكم الله يعني نأسف على الله الريحة وحشة اللي طلعوا بيها ولا عايزين طهارة إسلام ولا عايزين كذا والنساء رحتهم وحشة يعني رحتهم أكثر من ريحة الخنزير والرجالة والرجال هكذا فإذن لما عندما بعدوا عن قال الله قال رسول كانوا فيه ضلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتوا فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي إذن لما بعدوا عن الكتاب والسنة كانوا في ضلال اللي تلاقيه بقى من ضمن بقى عبد الشيطان واللي مثلا يقول لك أنا من خدام الشيطان هو حقيقي هو عندما عبد الشيطان كان خادما للشيطان كان خادما للشيطان وكان مفسدا في الأرض وكان لم يكن يعني من البشر لم يكن من البشر في شيء البشر إنسان مكرم قال الله سبحانه وتعالى وكان تكرمنا بني آدم أما الإنسان بيقطع لك منخيره بيقطع لك لسانه وعامل كده ورحة وحشة ولا كم العبد الشيطان ويعملوا تقوس للشيطان طب وليه الكلام ده كله ليه جنون جنون وأمراض عايشين فيها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من هذا الجهل طيب قلنا إيه من من أنواع كلمة الوحي يعني كلمة الوحي دي الوحي بمعناه اللغة يتناول بعض إيه الأنواع تكلمنا الإلهام الفطري كما حدث مع أم موسى والإلهام الغريزي كما حدث مع النحل والإشارة السريعة كما حدث مع زكريه عليه السلام والوسوسة وسوسة الشيطان وتزدين الشيطان في نفوس أوليائه يسمى وحي يوحي إليهم مش وحي من عند ربنا مش كتاب وصنة وحي يعني وسوسة وأعلى إعلام بشيء وإخبار بشيء تمام ده اسمه وحي رقم خمسة ما يلقيه الله تعالى إلى ملائكته يسمى وحي من أمر ليفعلونه وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الدليل قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يثبتنا وإياكم يبقى كده إيه أخدنا التعريف اللغوي وأخدنا الوحي بمعنى اللغة يتناول إيه الأنواع اللي فيه أنا أخدو بقى التعريف الشرع بقى المختص بالشرع بقى كلمة الوحي اللي أنت عارفها اللي هي مختصة بالشرع كده اتكلمنا عشان تعرف سيرد على الأسئلة بالإيه بالجزء اللي فات التعريف الشرعي هو إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إياهم من شرع من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة بواسطة كواسية جبريل مساء عليه السلام يسمع من الله يقول الأنبياء من غير واسطة يكون إيه حجاب لازم يكون في حجاب تمام تمام حجاب بينه وبينما يكلمه أنواع الوحي الشرعي لتلقي الوحي من الله تعالى طرق بيّنها الله تعالى بقوله في سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو الحاجة يحفظ معي إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم تمام وما كان لبشر أن يكلمه الله ما جيش واحد يجي يقول لك ربنا كلمني مبارح يعرف اللي ده جاهل وده خزع بلاد في دماغه على الطول تبعد عنه مش منهجه صحيح منهجه صحيح منهجه العقل يكلمك إزاي إذا كان ربنا نفسه بيقول وما كان باشا أي يكلمه الله إلا وإنت بقى مش بشر ده حاجة تانية إنت بشر قدامنا وما كان باشا أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم فأخبر الله تعالى أن تكليمه ووحيه للبشر يقع على ثلاثة مراتب المرتبة الأولى الوحي المجرد وهو ما يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الموحي إليه مما أراد بحيث لا يشك فيه أنه من عند الله سبحانه وتعالى يعني مثلا في الحديث اللي هنا ده قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس يعني في روعي النبي صلى الله عليه وسلم في داخل النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجمله في الطلب يعني الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في روعه أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجمله في الطلب تمام يبقى راحة نفسية لرزقك كده كده جايب تمام يبقى وحي من الله سبحانه وتعالى كان عن طريق ما أغذفه الله سبحانه وتعالى في روع الموحى إليه يعني في قلبه يعني في قلبه فروعه يعني في قلبه تمام الوحي المجرد أول حاجة من مراحل الوحي أنواع الوحي الشرعي ركم واحد الوحي المجرد وهو ما يغذفه الله في قلب الموحى إليه مما أراد يعني اللي هو عايز ربنا سبحانه وتعالى وآمر بي وقضاه أن يبلغ إلى هذا الرسول ليلقيه في قلبه كما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لا يشك هذا الرسول فيه أنه من الله يعني ما يشكش ده أساس ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى كما كان في الحديث ودليل قوله تعالى إلا وحيا الآية وما كان بشرين أي يكلمه الله إلا وحيا إلا وحيا دي شرحناه ومثال ذلك الحديث في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال إن روح القدس نفث في روعي في قلبي يعني لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقه يعني قبل بغاية لما تموت نفس الرزقك هتكمله النفس والأجل ماشين كده مع بعضهم ما ينفعش الأجل يجي لما تست الماشين كده مع بعضهم ما ينفعش تموت تموت إلا لما إيه الرزق تستكمل رزقك طب الرزق ده إيه الفلوس شوية الفلوس أو دهارات أو كذا لا الرزق ده كل حاجة. من ضمن الفلوس. كل ما اعطاه الله والانسان فهو رزق. تمام ؟ يعني مثلا رزق اللي انت هتتجوز هتتجوز. مهما تقول وتعيد. لا انا مش هتجوز. ربنا كتب لك رزق انت مش هتتجوز مش هتتجوز. ربنا كتب لك رزق اللي انت هتتشتغل هتتشتغل مش هتشتغل كل حاجة مكتوبة فريح نفسي خد بالاسباب بس. خد بالاسباب. طب واحد يقول ليا هخد بالاسباب وحفق على الامة شوف اي واحدة شكلها حلو هروح هتقدم له دي مش اسباب اسباب فسق وعاصيان اللي انت تيجي تبص على واحدة اللي هي متبرجة والحاجة تقول تحطها في بيتك هتحط مصيبة هتحط لك مصيبة في بيتك ما ينفعش مثلا يعني تخلي النساء يبحثوا لك في المساجد في الاماكن اللي فيها عبادة على انسانة تعبد ربنا صحوان و تعالى لها اختصاص بالعبادة الكلام الجميل ده على سبيل يعني الكلام قال وَأَلْحَقَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الْقِسْمِ اللي هو الوحي المنغرد اللي هو في قلب الموحى إليه العلماء ألحقوا بهذا النوع نوع تاني قال وَأَلْحَقَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الْقِسْمِ رؤية الأنبياء في المنام رؤية الأنبياء في المنام تمام كالرؤية إبراهيم عليه السلام على ما أخبر الله عنه في قوله تعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك هو شف في المنام سيدنا إبراهيم أنه يذبح ابنه إسماعيل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك وكرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة كان الرؤية اللي كان بيشوفها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية بعثته على ما روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح مثل فلق الصبح كده أول حاجة الوحي مغرد المرحلة التانية المرتبة التانية التكليم من وراء حجاب بلا وسطة أن يكلمه الله سبحانه وتعالى من وراء حجاب بلا وسطة كما ثبت ذلك لبعض الرسل والأنبياء كتكليم الله تعالى لموسى على ما أخبر الله به في أكثر من موضع من كتابه قال تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا يبقى تكلمنا من وراء حجاب وقال تعالى وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِنْ قَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ والدليل الثاني وكتكليم الله لآدم عليه السلام قال تعالى فَتلقى آدم من ربه كلمات وكتكليم الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء على ما هو ثابت في السنة ودليل هذه المرتبة من الآية قوله تعالى أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب أَوْ مَا كَنْ يَبَشَنْ أَيُّ كَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيَا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب أَوْ يُرْسِئَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء شرحنا الأولى وحيا الثانية من وراء حجاب طب الثالثة الوحي بواسطة الملك أَوْ يُرْسِئَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء المرتبة الثالثة الوحي بواسطة الملك ودليل قوله تعالى أَوْ يُرْسِئَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء وهذا كنزول جبريل عليه السلام بالوحي من الله تعالى على الأنبياء والرسل يبقى كده ناخده هنا سؤال هنقول هل جبريل نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط الإجابة لا بل نزل على جميع الرسل والأنبياء طيب والقرآن كله نزل بهذه الطريقة وحي بواسطة الملك تكلم الله به القرآن سمعه جبريل عليه السلام من الله سبحانه وتعالى وبلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن كله على كده يبقى القرآن كلام الله ولا مخلوق بل كلام الله لا يجوز أن يقول أحد كما قال معتزلته أن القرآن مخلوق بل القرآن كلام الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى وَإِن أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين القرآن هو نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام يعني على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق القرآن يعني نزلها عائدة على القرآن آخر حاجة آخر النقطة وآخر جزئية استحمل معي كده وما فيش حاجة اسمها استحمى فت استمتع بالكلام ده ده كلام ده الوحي ده كلام وحي اللي احنا قلناه ده بس وحي من مين؟ من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو بلغه إينا وإحنا بنبلغوك هو اللي احنا أخذناه من الأحاديث ومن القرآن ولجبريل عليه السلام في تبليغ الوحي نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال هننكلم الجزء الخاص جبريل ما أوحاه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإذن ربه والوحي أصلا من عند الله سبحانه وتعالى إلى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم تمام؟ تمام أول حاجة أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم في صورتي يعني يرى جبريل في صورتي التي خلق عليها ولم يحصل ذلك إلا مرتين له ستمائة جناح وكل جناح يصد الأفق تمام؟ جبريل عليه السلام يبقى أول حاجة من الصور اللي جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أول حاجة إيه؟ أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأاه على صورتي وحدثت مرتين فقط طيب الثاني أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرسي يعني يأتيه جبريل في مثل صلصلة الجرسي فيذهب عنه يتجلى عنه وقد وعى رسول صلى الله عليه وسلم ما قالا طيب ينفح حد بقى يعمل فيديو ويسمي الفيديو هل الله سبحانه وتعالى صوته كصوتي صلصلة الجرسي هذه خزعبلات وهذا لا يجوز وهذه أكي أنه بيجذب المشاهدين عشان يخشوا على الفيديو ما تجذبش المشاهدين أن يخشوا على الفيديو تجيت في الفيديو تقول لي لا ما ينفعش الكلام ده جماعة أنا قلت كده عشان أخليكم تشاهدوا الفيديو ما ينفعش ما ينفعش تحط عنوانة ممكن الناس ما تخشش جوا الفيديو وتشوف إيه اللي في الفيديو في المقطع فإنت ما تحط ليش حاجة كده عنوان لا يجوز وتقول أصلا أنا بررت جوا قلت العنوان لا يجوز لا قول عنوان صح يعني مثل عنوان ده أقول مثل ما هو الوحي تمام؟ ما قولش بقى هل أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم السؤال أكني ممكن أو لا لا دي الناس اللي مختصة في المواقع التواصل الاجتماعي وبتعمل فيديوهات ومنتاج والكلام ده يعرف والكلام ده لا يجوز تمام؟ يقولنا النقطة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأيه على صورته وكانت هذه مرتين التانية أن يأتيه الوحي في مثل صلصات الجرسي يأتيه جبريل في مثل صلصات الجرسي فيذهب عنه وقد وعى رسول صلى الله عليه وسلم ما قال خلاص التالتة أن يتمثل له جبريل في صورة رجل كما حدث وتمثل جبريل عليه السلام في صورة دحيا الكلبي تحكى به صحابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان كان جبريل في آخر الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم النقطة التالتة أن يتمثل له جبريل في صورة رجل ويخاطبه بالوحي كما مر في حديث جبريل السابق في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب الدين إحنا هنا الحديث دا يعني وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالتين الآخرتين دول اللي هي أن يأتي الوحي في مثل صلصات الجرسي والتاني في صورة رجل في إجابته للحارث ابن هشام يعني الدليل على النقطتين دول عندما أخبر عندما رد الرسول صلى الله عليه وسلم على الحارث ابن هشام عندما سأله كيف يأتيك الوحي سأل الحارث ابن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه فيفصم عني يعني ينقل عني وينكشف عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول والحديث متفق عليه فهذه محاضرة بسيطة مختصرة عن الوحي تمام تمام حاول اللي أنت تحفظ الكلام ده حاول اللي أنت تتعبد به لله سبحانه وتعالى اللي أنت تحفظه واللي أنت تفهمه واللي أنت تنشره ومن ضمن الوصايا في هذه الأيام حاول تهتم بالقرآن وبالسنة ما تسمعش كلام حد يقولك السنة لا إحنا نقضب القرآن بس كلام ده كلام مرض وكلام لا يجوز وكلام ليس بعقل القرآن والسنة حيث بقى طريق صحيح من هذا صحيح القرآن والسنة القرآن والسنة في هذه الأيام القرآن والسنة تحفظ القرآن تذهب إلى شيخ حافظ القرآن شيخ انتقي تذهب إليه أن يعلمك القرآن يعلمك القرآن ويحفظك القرآن وانت بتحفظ القرآن حاول تقرأ في كتاب تفسير كويس في كتاب مختصر مختصر تفسير ابن كثير للشيخ احمد شاكر الازهري مختصر ابن كثير الشيخ احمد شاكر حاول الكتاب ده تقرأه مثلا في كتاب اسمه مثلا السعدي تفسير السعدي تحفظه تقرأه يعني مع حفظك القرآن حاجات بتقرأ بسيط ما تعوديش بالعشر ساعات تقرأ ماشي لو توصل للدرجة دي خير بس اصدف الاول يعني اللي انت تبدأ مع الحفظ تكرأ في التفسير كده خلصت وبعد كده تجيب كتاب اسمه صحيح البخاري تنزل مكاتب الاسلامية صحيح البخاري صحيح البخاري تاخد الكتاب بتشتريه وتنزل شرحه وبعد كده تكرأ تكرأ كم حديث وتسمع الشرح بتاعهم اليوتيوب كده تسمع شرح البخاري شرح صحيح البخاري وتبدأ اللي انت ايه اللي انت تبقى معك كده كتاب وصنة كتاب عارف تحفظ الكرآن اهو تبقى حفظ الكرآن وعارف تفسيره الناحية التانية هتبقى معك السنة ومعاك تفسيرها جمانة كده انت عارف ربنا عايز منك ايه وكل الدين ده اصلا متاخد من كتاب والسنة من كتاب والسنة كده منهاج صحيح تمام اخر نقطة كنا مفترض ان اتكلموا عليها برضو الكلام عن المنام حتة بتاعت المنام دي ما تشغلش نفسك كتير بالمنامات يعني ما تبقاش كده عشان ما تسماش مثلا ايه المنام افندي امبارح لقيت في المنام اللي مش عارف ايه والحيطة وقعت علي وانا احنا مش عارف ايه ماشي احنا عارفين والله في تفسير في تفسير احلام وانا عندي هنا في القناة هتلاقي تفسير احلام كتير جدا ولكن الحاجات المهمة الحاجات اللي هي واحد مثلا واحد فصر حلم كل شهر مرة كل اسبوع مرة هتقعد مع نفسك على سبيل كده اللي انت لو لقيت منام قدرا كده تقوم تفسره بالراحة وبهدوق اهتمامك ببسيط يعني هتلاقي حتى الرد من رسول اللي صلى الله عليه وسلم على المنامات قليل جدا في السنة مش مش مثلا ما فيش باب اسمه باب رد ورسول باب ورد رسول اللي صلى عليه وسلم على منامات الصحابة على منامات الصحابة مفيش الكلام ده خالص ما فيش احنا بتشوفو دلوقتي كل ما يقوم يحصل يحصل له حاجة يوم يجري يتصل بواحد اه يعرف في التفسير او او اه يفتح جيب كتاب التفسير ويهتم يبقى بعد كده بقى عايز ينام خلص اشغاله بسرعة عشان يروح انام يشوف الحلم كده على السريع اقوم تاني يوم اعضي نص ساعة انا بشره كبات القهوة فسره وحياته كلها على كده لا مش من منهج صحيح ده منهج صحيح اللي انت تقوم تقول لها اقوم اروح بسرعة صلي القيام الليل قبل منام اللي انت اخلص شغلي بسرعة عشان اقرأ في كتاب اه كتاب عقيدة كتاب اه كتاب اه سيرة كتاب حديث اه تفسير كرآن اه اصول دين اصول فقه الحاجات الجميلة دي اما اللي انا اروح بسرعة والكلام ده وبالتاني بقى خايفي نام اصلا لقيت امبرح كده فالان مش عارفة نام هنحاول انام تحت الكنبة عشان اقلق مفيش مفيش الكلام ده اللي احنا ايه الاهتمام الالبحت الشديد اكنه كده ايه اكنه بقى مجنون اه في المنامات مفيش الكلام ده الانسان يبقى سوي الانسان يبقى يبقى عاقل الانسان كده يقولك الشيء يزيد عن حده ينقلب الى ضد مش هنتكتر عليكم في الكلام كده احنا اخدنا ايه في العقيدة كتاب كتاب الوحي اه باب الوحي قصدي كله الحمد لله وشكر لله اه اتمامنا اه شرح اه الوحي بتعريف الوحي باللغة وبصور الوحي الكلام ده طيب بعد كده ان شاء الله هنخش على ايه على اه حكم الايمان بالكتب كتب كلها بقى القرآن وقبليه الانجيل قبليه الطورة وصحف موسى والزابور والكلام ده ماشي اه هنتكلم عن الكتب السماوية كلها هنتكلم عن اه الطورة عن الزبور عن صحف ابراهيم وموسى عن القرآن الكريم اولا واخرا طبعا وبيان ان الطورة والانجيل وبعض الكتب الاخرى المنزلة دخلها التحريف والسلامة القرآن من هذا التحريف وانه لم يحرف الحمد لله کتاب الاحيود لم يحرف القرآن تمام وورسالتي الى اي احد من غير المسلمين ان هذا هو الدين الحق قال الله سبحانه وتعالى ان الدين عند الله الاسلام قال الله سبحانه وتعالى وما يبتغي غير الاسلام دينا فلي قبل منه هو في الاخرة من الخاسرين كده احنا ويش شرحنا الواحي وابريكونا شرحين سلسلة كاملة اسماء علوه وهمة الانسان في التعرف على مائكة والرحمن وتكلمنا عن توحيد الربوبية والالوهية وتكلمنا عن توحيد الاسماء والصفات في العقيدة وعندنا هنا هتلاقي اتكلم في الاحاديث كتير وفي شرح الاحاديث واتلاقي انه منزلين قراءات القراءات لهم القرآن حاول تنش وتخش على القناة كده وتبحث وتاخد الحاجة الكويية الحاجة اللي هتعجبك كده اللي هتخش دماغك وان شاء الله لا يجوز انت في حاجة من دول تقول مش هتخش دماغك كلها وحي قال الله قال رسول ما فيش حاجة فيها تقول مش داخلها دماغك ده هيبقى كفر لا يجوز مش عشان انا عاملها عشان عشان اصدي الكتاب والسنة فهينا اشوف الحاجات دي خدها وحاول تنشرها وتحول تشاركها كده بالمشاركة على الوسائل التواصل الاجتماعي اللي هي اه اللي الدين يتعرف وتكون سبب في اه في ميزان حسناتنا وحسناتك اه وتحيات لمن استمر معنا الى ايه الى اخر المقطع نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد والله الى الا انت استخدرك واتبه اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته